غارة جوية نفذتها القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا المعروفة باسم الأفريكم بتنسيق مع حكومة الوفاق على أهداف في محيط مدينة مرزق أسفرت عن مقتل ثمانية إرهابيين ينتمون إلى تنظيم الدولة ودون وقع أي ضحايا من المدنيين بحسب الأفريكم قائد قوات الأفريكم الجنرال ستيفن تاونسند قال إن الغارات استهدفت القضاء على قادة الإرهابيين ومقاتليهم في سياق السعي إلى تعطيل كل الأنشطة الإرهابية في المنطقة بحسب البيان قائد الأفريكم أكد في تصريح صحفي أنهم وبالتعاون مع شركائهم الليبيين لن يسمحوا للإرهابيين باستغلال حالة عدم الاستقرار الحالية في ليبيا مشيرا إلى استمرارهم في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الاستقرار الوضع السياسي في ليبيا من جانبه أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن استهداف الأفريكم لقيادات تنظيم الدولة في ضواحي مدينة مرزق كان في إطار التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية المكتب الإعلامي قال إن العملية جاءت بعد التحذيرات من الفراغ الأمني التي سببها من وصفه بالمعتد وقواته وبالأخص بعد الانتهاكات التي ارتكبها في مدينة مرزق وما حولها والتي ساهمت في تنشيط الخلايا الإرهابية في عدة مناطق بليبيا استمرار التعاون بين حكومة الوفاق وواشنطن في مكافحة الإرهاب من خلال تعاون استراتيجي بهدف القضاء على الإرهاب أينما كان ورغم كل التحديات يعزز دور الحكومة في الحرب على الإرهاب ويدحض مزاعم قادة العدوان على طرابلس لسيما وأن أغلب القوات التي تصد مسلح العدوان اليوم كانت قد هزمت تنظيم الدولة في معقله في سيرت قبل نحو ثلاثة أعوام اشتركوا في القناة